سبور إكسبراش ونصر سياسي يواجه الاتحاد رياضي بينجردين مباراة مقولة على الوطنية وبيش يزفرها أشرف الحركاتي برنامج النقل التلفزي مالذات ما قالش ترزى وطنين مباراة تتعدى على الوطنية الأولى وإلا على الثانية أخبر الفراقة اللي تلعب هدو وبنسبة للترجل للتوس يوسف البلايلي بشيكون خارج القايمة لأمور شخصية بشيكون غايب على تشكيلة ميجال كاردوز وكيف وكيف شقيقه فارس بلايلي بشيكون غايب على تشكيلة مستقبل السيمان مستقبل السيمان لنجاح في تأهيل كل الملاعبين الجدد اللي عاشين لاعب اللي قام بانتدابهم إلا زوز ملاعبية فقط هم أندريس سيلفا ومايكن دوغلاس زوز ملاعبية بريزيليين مازالت موصلتش البطاقة الدولية متاحهم في المباراة الثانية ناديس فيقسي بشيشاج الغدوة غياب هشام بكر للإصابة بشيشاج الزادة غياب اللاعب بركات الحميدي ولكن المرة ذي يبدو كانوا بركات الحميدي هو المخطأ بما أنه التحق بالتدريبات بشكل متأخر وهذاك علاش أليكساندر سانتوس كان خذي قرار بإبعاده عن التدريبات عن حصة تدريبية لليوم وإبعاده عن المجموعة اللي بشتلعب غدوة المباراة هذي كل حسب طبعا الأخبار اللي خدناها من عند مرسلنا فتحي بوجناح وتقريبا صبري بن حسن يمكن برشا غدوة يكون في حراسة المرمى في فريق النادي الرجيس فيقسي سقط الجامعة التونسية لكرة القدم إشعار اليوم من الجامعة المصرية بوصول بطاقة دولية الخاصة باللاعب حسام الدكدوغ لاعب النجم الرادي الساحلي اللي كان يلعب في طلع الجيش في الفريق المصري هذي وبشكون مؤاهل لمباراة الاتحاد الرادي المونستيري مازال فقط لاعب واحد ممكن مش بشكون حاضر في الدربي ضد له ياسمو انهارت الخميس دربي الساحلي ما بين الاتحاد الرادي المونستيري والنجم الساحلي في ملعب مصر بن جنات هو لاعب وسيم الشيحي اللي ثم إشكالية في خصوص البريم دوفرماسي ومنحة التكوين الخاصة بالملاعب هذية للأولمبي البيجي مفوضات مازالت متواصلة بين الأولمبي البيجي والنجم الرادي الساحلي لفضل إشكال هذي نذكره فقط كون النجم الرادي الساحلي هكا أهل كل ملاعبية باستثناء وسيم الشيحي كما قلنا نحكيه على صدريك بوفادي بنشوك حسيم الدكدوق محمد شريف كاميرا محمد كنتين ناسيم هنيت لزارة سميشي وواليد دلقاروي في انتظار تأهيل وسيم الشيحي منتخبنا الوطني واجهة زجرة القمر جزر القمر نهار 11 أكتوبر 2024 في ملعب طيب في ملعب الحمادي العقربي بيرادث ثمانية عام تعليل مباراة تذيب في زفرها الحكام جوزيف أدي أجابور وبالنسبة لمباراة الإياب تتلعب نهار 15 أكتوبر مباراة تذيب من أنه جزر القمر ما عندها حتى ملعب مؤهل فإنه منتخبنا الوطني بشي واجهة جزر القمر ويمشي واجهها في الكود ديفوار في أبي ديون في ملعب ألا سن واترا الحكام بشيكون تكلو موغوس تسيقاي وخنعود مرة أخرى لأنه زياد قال لي اسمها جزر القمر جزر القمر تلعب ضد تونس ثمانية عام تعليل في الكود ديفوار في أبي ديون في ملعب ألا سن واترا في الكود ديفوار تيما قلنا نهار 15 أكتوبر 2024 ذي الكل في ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأمم كان المغرب 2025 بدأ ما حكينا على منتخبنا الوطني شان 2024 تحت إفريقي اليوم عن نظام التصفيات بشي تعملوا بارزون وبنانو احنا في الزون متاع الشمال إفريقيا حسب التقسيم الجغرافي فإنه ثلاثة منتخبات على خمسة بشي تأهلوا نحكيوا على بول بطبيعة فيها شكون فيها الجزائر فيها مصر فيها تونس فيها ليبيا وفيها المغرب ولكن الجزائر عانت رسميا عن انسحابها قعده أربعة مصر زادة ثم برش حديث كوني مش بتشارك فيه لشان 2024 ومنتخبنا الوطني مازلنا ما نعرفوش منه لونجاج مولتو ما متعملش مازلنا ما نعرفوش هالمنتخبنا الوطني للمحليين بشارع بكأس إفريقي المحليين هذه مش واضح الأموره لكن هي تتجاهل عدم الموافقة على المشاركة في البطولة هذية اللي كنا هزيناها عام 2011 وغبنا عليها من عام 2016 وتعاقبنا وقتها لأنه اخترنا كوني مشاركوش لأنه الحقيقة هي هي ساعة 19 المنتخب بشي شاركوا في البطولة هذية لدات ما همش بهاين برشة الحقيقة ما يقابلوش لأنه التصفيات الجولة اللولة تلعب 25-26-27 أكتوبر ذهيب 1-2-3 نوفمبر إياب ثم الجولة الثانية 20-21 و22 ديسمبر الذهيب في الجولة الثانية وجولة الثالثة الجولة التور الثانية يعني جولة المباراة إياب 27-28-29 ديسمبر وحتى إذا كان انسحبت مصر وقعدوا ثلاثة منتخبات ونمشي ووقتا بصير مشكلة لأنه نوقف الشمبينات شهر كامل في شهر فيفر 25 ونسافر ونلعبو الشان هذا القرار النهائي مازال ما تمش اتخاذه وما أن الانتحاد الافريقي لكورت القدم كان أعلى عن تواريخ الازيليميناتور متاع الشان وعلى الموعد متاع الشان فأنه تم تأجيل الجولة الأولى من مسابقة ربيط الأبطال الأفريقية في مرحلة المجموعات ومسابقة الكاف في مرحلة المجموعات كانوا بشي تلعبوا في أكتوبر لكن أعطاولي داتا ذوما لشان وبالتالي تم تأخير الجولتين ذوما لولنين إلى أيام 26 و27 نوفمبر وبعد ما كانوا مبارا بجين 25 و27 أكتوبر والآخر جولة بش تكون في شهر جانفي بعد ما كانت توفى في ديسمبر نذكروا كانوا السناء الكالندري شارجي برشا وثم شروط من الاتحاد الدولي كورت القدم على إنهاء كل البطولات على أقصى تقدير تقريبا في أول جوان أو حتى في 30 ميل ثم بطولة العالم ومثل فيها براجي نختم بي النتائج خارج تونس نبدأوا بالسيريا أتالنتا مباراة كانت بشي تلعب البارح ولكن سواء لحوال جبغية أجلة اليوم ثلاثة اثنين تنهزم أتالنتا بيرجامي تنهزم أمام كومو كومو الصعد حديثا للسيريا وفي الليجة فالنسا يتعادل مع أساسونا دون هدف شبيليا يفوز على بلد الوليد 2-1 وريال مادريد يفوز 3-2 على ديبورتيفو ألافيش مباراة غريبة الحقيقة الهدف لول جيف السيجوندا 55 لوكاس فاسكيز كان سجله أسرع هدف في الليجة هذا الموسم وأسرع هدف لريال مادريد من عام 2018 بعد وقتها سجل في 49 ثانية وشكون سجله سجله نفس اللاعب اللي ماركة اليوم هو لوكاس فاسكيز والهدف الثاني اللي نحب يشوفوا التصوير يتابعوا فينا على سبور باي موزايي كافي يشوفوا التصوير هذية متاع الماب متاع الهدف 26 باس متقصد فيهم حتى مرة الكورة مبابيح حط الكورة في الكاج وهي أطول سيريم تعتمي لرات قبل ما يتم تسجيل هدف في الليجة الموسم هذية في الكرباو كاب في الانجلتير برشة مبارية تخل نعطيه أهم الناتاج ماشيستر سيتي يفوز على واتفورد 2-1 تشيلسي يفوز خمسة بلايش على بارو أفسي وكريستوفر نكونكو مركة تخيبلي بداية قوية برشة للفرنسي ووايكون بواندرز ينهزم أمام أسطن فيلا 2-1 في الكوبا إيطاليا ليتشي ينهزم أمام ساسولو 2 بلايش وحمزة رفيعة كان أساسي في المباراة هذه كاملة تخلصوز مباريات يهمون احنا كتوينسا في الليج دو في فرنسا لغيون ينهزم أمام بو واحد بلايش ومنتصر الطالب يخذي كارتون روج في المباراة هذه في دقيقة 40 والمباراة الثانية التي تمنا هي لفال اللي يفاز على الرودي 3-1 وأميني شيرني كالعادة أساسي في تشكيلة لفال أنا شاهد وكل أخبارنا رذية تقارى موقعنا موزايكة فام بوين نت